اشتركوا في القناة جدا الأمور جيدة جدا لجنة التعقدات بتشوف شغلها كابتس عبد الحبيس بيشوف شغله ناس كلها بتشوف شغلها ما فيش أي أخبار غير أن احنا الحمد لله ماشيين النادي الأهلي ماشي على الطريق الصحيح في كل الأمور الخاصة بفريق كرة القدم الناس تسألني طبعا خاصة على كرة القدم يعني لكن في كل الألعاب وتقريبا أيضا النادي الأهلي في كرة القدم الأمور الحمد لله ماشي في شكل جيد أجازة لغاية يوم 22 إن شاء الله بعد يوم 22 الكل هيرجع بقى وحنبتدي نقول لحضراتكم بعض الأخبار الخاصة بالمعسكر بداية إن شاء الله من يوم 22 غالبا الفريق حيسافر على أول 7 أو بعد أول 7 5 7 6 7 حيسافر أسبانيا هنشوف بقى إيه اللي هيحصل وحنقول لحضراتكم كل الأخبار ولكن تقلقوش من حاجة الحمد لله كل الأمور ماشي في شكل جيد كل لجنة من اللجان اللي موجودة في النادي الأهلي بتشوف شغلها كل الناس بترتب للموسم المفروض إنه هو الموسم القادم أو الموسم الجديد لسه فاضل مباراتين إن شاء الله ربنا يعد يوم على خير وبعد كده إن شاء الله نبدأ الموسم الجديد بشكل جديد وبأمور كثيرة جديدة ده كان مهم أقوله لحضراتكم لأنه فيه ناس كثيرة بتسألني عن أخبار النادي الأهلي ودايما أخبار النادي الأهلي معنا لو فيه أي حاجة مهمة أو أي حاجة جديدة لازم حنطلع أن نقولها لحضراتكم النهاردة الحقيقة زي ما أو زي كل ما بنبقى مع حضراتكم بداية الأخبار النهاردة هنبتدي من أخبار منتخبنا الوطني أو الأخبار بقى اللي بتحصل في مصر حول كأس الأمم الأفريقية بداية الانتهاء من الترتيبات النهائية لأغنية بطولة أفريقيا الحقيقة لكل الناس الأغنية أو شاف التتر الأغنية أو حاجة بسيطة الأغنية أغنية من الواضح جدا أنها أغنية مبهجة أغنية جميلة فيها شغل كبير فيها شغل معمول رائع جدا بيغنيها النجم المطرب الشعبي الكبير حكيم ومعاها أيضا هيكون المغني الناجيري في مي كوتي والمطربة الإفوارية دوبي من تسجيل طبعا أغنية اسمها متجمعين متجمعين هي الأغنية الرسمية لبطولة أفريقيا وستكون إن شاء الله هذه الأغنية موجودة في حفل الافتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019 يعني بعض الكلمات هقولها لحضراتكم لو ميت حاجة في رأيتنا الكورة جمعتنا لعبناها في الشوارع والمدارس وجوه بيوتنا أفريقيا بيها مشهورة وبتعشق كلمة كورة بيبو وشحاتة دروك بوئتو ومو صلاح في الصورة متجمعين على حلم كبير وعلى حب وخير متجمعين متجمعين بولادنا الصمر العالم عارف إحنا مين والإيد في الإيد مع بعض تملي مكملين متجمعين من كل بلاد أفريقيا شبابنا موجودين متجمعين وهدفنا واحد كلنا وعليه رايحين نلعب مع بعض وفي الآخر كلنا فيزين وبقية الأغنية طبعا هتبقى مع حضراتكم في الأيام القادمة ولكن دايما في مثل هذه الأغاني أو في مثل هذه الأغاني اللي بتبدأ دايما فيها حفلات الافتتاح بتلاقي دايما رموز كرة القدم اللي موجودين بما أننا بنتكلم عن بطولة كاس الأمة الأفريقية فهنتكلم عن الرموز اللي موجودة الأغنية طبعا بتذكر اسم النجم الكبير الكابتن محمود الخطيب بتذكر أيضا اسم النجم الكبير الكابتن حسن شحاتة كابتن محمود الخطيب رمز من الرموز الأهلوية ورمز من الرموز المصرية اللي موجودة كل قلوب كل المصريين كابتن حسن شحاتة أيضا رمز من الرموز الزم الكوية ورمز من الرموز المصرية الكبيرة اللي موجودة في قلوب كل المصريين وبالتالي كابتن بيبو اللي ملاه من حب داخل كل القلوب وكابتن حسن شحاتة أيضا اللي ملاه من حب أنه كمان فاز ببطولة أفريقيا كمدير فني 2006-2008-2010 هذا الإنجاز التاريخي الصعب جدا أن يعوده أو يعمله مرة تانية ممكن يحصل طبعا كرة القدم فيها كل شيء ممكن يحصل مرة تانية ولكن في النهاية هو حتى الآن أنت تفوز ببطولة أمم أفريقيا ثلاث مرات وربعة ما حصلش غير مع كابتن حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخابنا الوطني وبالتالي الرموس دي دايما بتلاقيها في الأغنية دروكبة طبعا وما أدرك ما هو دروكبة وإتو وما أدرك ما هو إتو الاتنين دول برضو رموس كبيرة جدا في القرى الإفريقية وبالتالي بعدهم بقى بيجي المستقبل كابتن بيبو وكابتن حسن شحاتة جيل قديم ولكن دائما في القلوب بعدها الجيل اللي بعده دروكبة وإتو دلوقتي الجيل القادم هو جيل مصلاح وماني وبقية النجوم الكبيرة في القرى الأفريقية وبالتالي أغنية إن شاء الله تكون جميلة وكالعادة دايما حكيم بيومتعنا بأغنيئة رائعة أيضا النهاردة برضو كان فيه بروفا لحفل الافتتاح في استاد القاهرة أقيمت بروفا لحفل الافتتاح الكان 2019 باستاد القاهرة حفل الافتتاح بيستغرق 17 ديئة خدوا بالحضراتكم من الأرقام لأن الأرقام دي هتبقى مهمة جدا ودي الصور من بروفا حفل الافتتاح إن شاء الله هتبقى يوم الجمعة القادم 17 ديئة حفل الافتتاح يتضمن أغنية بثلاث لغات بالإضافة إلى عدد من الفقرات الاستعراضية المجهزة للحفل تدور حول رموز الحضارة المصرية والحضارات الإفريقية وتبرز فكرة أن المستقبل هو أفريقي هي دي التيمة اللي هتكلم عنها حفل الافتتاح إبراز طبعا الحضارة المصرية وما بها من جمال ورقي الحقيقة في هذه الحضارة والحضارة الأفريقية اللي موجودة وأيضا أن المستقبل خلال الفترة القادمة سيكون في أفريقيا زي ما حضارتكم شايفين من الواضح جدا أن حتكون الحفل الافتتاح حفل إن شاء الله يطلع حفل رائع يظهر به الكل على أعلى مستوى سواء في التنظيم أو في الشكل أو في الإبهار أيضا النهاردة كان فيه بروفا لمتطوعي أستاذ السلام أجريت اليوم الثلاثاء بروفا لعملية لمتطوعي المجموعة الرابعة لبطولة